السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم شيوات سهلة واقتصادية كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو إن شاء الله اليوم هنحضر معكم واحد الوصفة أو لوحد الاقتراح لفطور صباح أو للقوتة اللي كيجي سهل ماهل مكونات سبسيطة بدون بيض وبدون حليب كيجي من آلد ما يكون من السم ما تشبعوش منه غانبت داو على بركة الله بسم الله عندي هنايا نصف كيلو من دقيق القمح الصلب أو لا دقيق الفينو أو لا ما يسمى بالساميد الناعم أو للساميد الرطب هنايا كنغربلو وكنديرو في واحد القصعة أو لا في واحد الإناء كنحاولو نديروها كحفرة في الوسط وكنضيفو ملعقة كبيرة ونصف من خميرة العجين لأن دا بالحال بارد ممكن تكتفيو بملعقة كبيرة فقط اللي كان عندكم جو سخون غانضيف جوج ملعق كبيرة من زنجلان أي السمسم ملعقة كبيرة من نافع أو لا ما يسمى بالينسون كذلك غانضيف ملعقتين كبيرتين من السكر حبيبة إلا بغيتو يجيوكم حلوين ممكن تستعملو حتى لنصف كاس من السكر ملعقة صغيرة من الملح وغانضيف كاس الماء دافي على ديك الخميرة باش كتدوب وكتفاعل غانسم كذلك بصاشي ديال الزهر إلا ما كانش متوفرة عندكم تقدروا تضيفو ماء الزهر جوج ملعق هنا غانضيف هنا غانضيف نصف كاس من زيت الزيتون كما يمكن لكم تعوضوها بزيت النباتية وكذلك غانضيف واحد الياغورت طبيعي بدون سكر أو لا زبادي طبيعي بدون سكر وغانحاول نجمع العجن ديالي بهذا الشكل هذا هاد الوصفة هادي ما غديش نديرو فيها الدقيق الابيض وصفة صحية لديدة بزيف ما تشبعوش منها كما كتشوفو كنجمع الخاليطة ديالي بهذا الشكل كي يجي شوية مرخوف كما شفتو ما تقصوش العجن لان دائما دقيق الفينو كي شرب كنغطيه ونخليه يرتاح ما بين 10 حتى 15 دقيقة هاد الطريقة هادي كتغنينا على الدلك لان دقيق الفينو كي بغي تدليك مزيان مش بحال دقيق الابيض كما كتشوفو هنا من بعد مدى 26 دقيقة رجعت للعجن ديالي كنلقاها تشربات وكنلقاها بحلاء تدلكت بوحدها كنحاولها كندلكها واحد شوية كنحاول ندلكوها مزيان بها الطريقة هادي غن نحاول نجمعها مزيان ومن بعد غن نرش قليل من دقيق الفينو فقصة هالعمل وغن نزلها فيه باش كندلكها واحد شوية بالنسبة لياغورت الطبيعي اللي ما متوفرش عندو ممكن تعاوضوه بجوج ملاعق من حليب المجفف او لحليب غبرة او لا إلا ما بغيتوش تديرو للحليب المجفف ولا الياغورت غد ضيفو جوج ملاعق كبيرة من الزبدة غد لكو بها العاجين يعني إلا كان عندكم الياغورت غيكون أحسن كيعطي واحد لها شاشة لهم كيجي ورطي طبيعي إلا ما كانش ممكن تعاوضوه بالزبدة كان نرش القليل من دقيق الفينو فوق سطح العمل وغن نزل فيها العجينة ديالي وغن نحاول ندلكها مزيان وإلا كانت تلصق لكم بزاف كترشوا عليها القليل من دقيق وتحاولوا تلكوها ما أمكن العجينة رأي تكون مرخوفة يعني ضروري ما تغسلوا يديكم من ذاك العجين اللي ملصق فيهم باش ما تبقاش تلصق لكم وتحاولوا تدلكوها جيدا حتى كتولي ملصة مجموعة بهذا الشكل وما كتبقاش تلصق بزاف ونوضعها في هذا الإناء هذا ندهن ليدة ديالي بالقليل من الزيت وغن نحاول ندهنها كلها بالزيت وغن نغطيها ببوحد البلاستيك ووحد المنديل ونخليها تخمر مزيان حتى كي يضعف الحجم ديالها ضروري من هاد الاختمار هذا من بعد ما دست نصف ساعة تقريبا العجينة ديالي اختامرات واضعف الحجم ديالها كي ما كتشوفوا انا حطيت هكا حدا الفورنو هكا كنطيب الغضاء يعني الكوزينة تخونة دابراه الحل بارد يعني ضروري ما تخليوا العجين ديالي لكم فوق فوق البوتاجي حدا الفورانة ولا حدا الفورنو هو شاعل باش تخمر لكم بسرعة كي ما شفتوا معايا كنعود نجمعها باش كنتخلص من ذاك الهواء اللي تكون فيها وغان نزلها فوق سطح العمل وغان نحاول نقطعها الكويرات صغيرة ولا كبيرة مهم الحجم كتتحكموا فيهن جوما ولا كانت العجينة كتتلصق لكم ممكن تدهنوا يديكم بالقليل من الزيت لانه ضروري نخليوا العجينة ديالنا مرخوفة من بعد ما قطعت الكويرات ديالي كان دهن اليد ديالي بالقليل من الزيت وكان حاول نقاد الكويرات ديالي بهذا الشكل هذا كان حاول نجمعهم ونقادهم ونكورهم مزيان ونحاول نعطيهم نفس الحجم ممكن اذا بغيتوا تديروا صغار او الا كبار كيبقى لكم الاختيار انا هنا يدرت متوسطين ديما الزيت غتخلي واحداكم باش كتدهنوا بها يديكم باش تسهل عليكم الخدمة لان العجين مرخوفة كتلتسق من بعد ما كان قاد دهوم كاملين كان نحطهم في اللطة ديال الفرن اللي ممكن تفرشوا لها ورق الزبدة او اللي ممكن تدهنوها غير بالزيت لكم الاختيار ومن بعد هنا يا غن حاول نسخن الفرن ديالي غير حتي يدفع ونطفي عليه باش قندخلي اللطة ديالي وغنخليهم تما باش يخمروا ليه بسرعة لانه ضروري يخمروا في هاد المرة التانية وقبل غنقرسهم واحد شوية حاولوا تقرسوا ليهم الجناب اكتر من الواسط وغير شوية يعني ما تقرسوهمش بزاف لانه ماشي بحال دقيق الفرس ما كيتنتفخش بزاف يعني ضغطوا عليهم غير واحد شوية وغندخلوا الفرن كيما قلت لكم دافي وغنصده لهم وخليهم يختامروا واحد شوية ونرجع معاكم والان من بعد ما خمروا ضعف الحجم ديالهم يعني ضيرهم في الفرن يكون غير اذا في واحد شوية غدت تعليهم وتخليهم تقريبا غير واحد خمسة دقائق حتى العشر دقائق غير يبدو يخمروا واحد شوية صافي كتحيدوهم من الفرن وكتدهنهم بهناي عندي بيضة كاملة خلطت معها القليل من قهوة سريعة الدوابن نحاول ندهنهم زيان دهنهم الجوانيب وكلهم عاد غنرش عليهم القليل من زنجلان او للسمسم وناير الفرن ديالي غير خرجتهم سخنت عليه باش يكيسخون مزيان باش ندخلهم الفرن اللي مسخن جيدا شاعل فقط من الاسفل كنقص النار ونخليهم يطيبوا على خاطرهم باش كيتحمروا كياخدوا لي واحد اللون ليهوزوين كياخدوا اللون موحد يلا نقصتوا عليهم العافية بالنسبة الفرن كهربائي كتديروا على 180 درجة ويكون مسخن مسبقا وتقدرو تشعلوا الفوق والتحت مرة واحدة باش يطيبوا من التحت ويتحمروا من الفوق مرة واحدة وهاكده هو الشكل النهائي ديال القريص ديالي او للبريوش او للقراشل وهم معرفت شنو نسميهم صراحة انهم كيجي ورطيطهمين خفاف قطنيين بحل شهده ولمدق ديالهم اكتر من رائع من السمين بزرارة وذيك الفاني لدادين بزف احسن بكتير من القرص ديال دقيق الابيض جربوهم اخواتي راح كيستحقوا التجريبة من بعد ما خرجت اللطة من الفرن مباشرة كنغطيبوها بواحد المنديل وكنخليوهم حتى كيبردوا عاد كنحيدوهم اللطة وكنقدموهم بصحة وراحة كيجيو خفاف شوفوا معي من الداخل ديالهم كيفاش كيجيو بحل الشهد ما نعودش لكم على المضاق ديالهم ان شاء الله تجربوهم اخواتي وتردو علي في التعليق قولوا لي كيفاش جاتكم واذا عجبوكم الفيديو ما تبخلوش علي بتعليقكم اللي كتفرحني بزاف وجيم للفيديو كنشكركم جزيل شكر على حسن المتابعة وان شاء الله نطلقو في فيديو قادم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله